السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بيكم معانا النهاردة وفيديو جديد طبعا في الفترة الاخيرة كل الناس اللي اشترت دونجل الام ارتي طبعا حصل عندها مشكلة لان الفريق وقف شغل او حصل له مشاكل واصبح ان الدونجل ملوش اي لازمة دلوقتي معانا حلل للناس اللي معاها دونجل الام ارتي ازاي تقدر تشغاله تاني بطريقة سهلة وحنجرب برضو بطريقة عملية علشان نؤكد ان البرنامج شغال وبدون اي مشاكل فيلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا نيت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجنس يلا بينا اهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتكلم عن الام ارتي خمسة بوينت خمسة وتلاتين وده احدث اصدار من الوجهة الجديدة بتاعت الام ارتي ودلوقتي تقدر تستخدمها لو انت معاك دونجل الام ارتي زي ما احنا عارفين ان الدونجل وقف عن العمل فالنهاردة ده الحل البديل انك تشغل دونجل الام ارتي مرة تانية وتقدر تقوم بكل العمليات اللي موجودة عليه اول حاجة هنعملها هنحمل البرنامج من الرابط اللي موجود تحت الفيديو هيكون ملف مضغوط زي ما حداركم شايفين كل اللي هنعمله هنا اننا هنبدأ نفك الضغط عن البرنامج بالطريقة دي طيب بعد كده هيخرج لي الفولدر ده هدخل عليه وابدأ ادخل على الملف اللي موجود جوه الفولدر وهنا ركز جدا جدا ليه بقى لو انا مش مركب الدونجل يعني دلوقتي انا مش مركب دونجل الام ارتي وجيت افتح الوجهة بتاعت البرنامج كما اسئول طبعا تعالوا نشوف اللي هيحصل انتبه مع بعض هنلاقي كده ان البرنامج فتح بلغة غريبة وطبعا ما انتش عارف تختار اي حاجة وكل حاجة نقصة زي ما حداركم شايفين بالزبط هنقفل كده مع بعض ونروح نركب دونجل ام ارتي كده انا وصلت الدونجل بعدها هروح على الفولدر بتاعي وابدأ افتح كمسئول برضو نفس البرنامج زي ما حداركم شايفين هنضغط كمسئول ونشوف البرنامج هيفتح بقى اني وجه زي ما حداركم شايفين فتح لي بفيش اي مشاكل الدنيا تمام القوائم ظهرة قدام حضرتك تقدر تتعامل بطريقة سهل طبعا اوبو وفيفو وهواوي وشاومي وكل الاجهزة ولنوفو وولكم كل الادوات او كل العمليات موجودة بدون اي مشاكل مثلا لو جينا هنا في قائمة اوبو ومعنا جهاز ريلمي آآ سي سري ريلمي سي سري تمام وجينا مسلا نعمل علشان برضو ما نفرمدش الجهاز ونجرب برضو هل البرنامج شغال بطريقة كويسة ولا في اي مشاكل هنا زي ما حداركم شايفين كده اخترت وبعدها بضغط وبعد بضغط على زرارين رفع الصوت وخافض الصوت وابدأ اوصل كابل طبعا دي لكل اجهزة اوبو زي ما حداركم شايفين بالزبط الجهاز بوت بدون اي مشاكل وبدأ يتعرف على الموبايل اللي معايا مخلص شحن خلص ما ممكن يحصل اي مشكلة في العملية لكن زي ما حادرتك شايف تم قريقة الجهاز بطريقة سهلة وبدون اي مشاكل الوجهة سليمة وشغالة وطبيعية و بدون اي مشاكل زي ما حداركم شايفين الوجهة شغالة وسليمة وبدون اي مشاكل هدار تقوم بكل العمليات الخاصة بك عن طريق لو انت عندك الدونجل لو مش عندك الدونجل الوجهة مش هتفتح معك زي ما قلنا في اول الفيديو وطبعا يا رب يكون قدرنا نفتكو ان الناس اللي عندها الدنجل ومركون تقدر تشغلوا مرة تانية وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكو كل جديد بنعمله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله